الكرياتين مونوهايدريس مرتبط بأذهاننا بالصورة النمطية أنه مكمل خطر يضرب الكلة يسبب الصلع ويستخدمه المتهورون من الرياضيين فقط لتضخيم العضلات. ولكن هل هذا صحيح؟ الأبحاث العلمية والاكتشافات الجديدة الآن أثبتت أن مكملات الكرياتين ليس فقط آمنة تماماً بل لها دور كبير في تسريع تعافي ألم العضلات وتقليل التهابات المفاصل وتحسين التركيز الذهني وطاقة الجسم خاصة لغير الرياضيين. لذلك بهذا الفيديو حنستكشف بالأبحاث كيف ممكن يكون الكرياتين هو المفتاح لعلاج مشاكل العضلات وألم المفاصل لتحسين حياتك اليومية بشكل لم تتخيله. ولماذا استخدامه آمن تماماً بدون أي مضاعفات جانبية؟ وبنهاية الحلقة هتكون مقتنع تماماً بأن الكرياتين يجب أن يصبح جزء من روتينك اليومي. السلام عليكم يا عزيزي معك أخوك الدكتور فارس عرب. استشاري عظام ومفاصل وحلقة جديدة من سكون ميد. الكرياتين هو حمض أميني طبيعي ينتج في أجسامنا وبالتحديد في الكبد والكلا والبنكرياس. وفقاً لدراسة نشرتها مجلة نيوترشن ريسورش عام 2018 فإن الجسم ينتج حوالي واحد جرام من الكرياتين يومياً. ويمكن أن يحصل على كمية ضئيلة منه إذا تناول اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان. وظيفة الكرياتين في أجسامنا بشكل عام هو إدارة الطاقة. يخزن بشكل أساسي في العضلات ويساعد على انقباضها ويلعب دور محوري في تعزيز إنتاج البروتين العضلي. ويعمل كاحتياط سريع للطاقة خلال الأنشطة البدنية والذهنية. وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Strength and Conditioning Research فإن التوفر المستمر للكرياتين يزيد من قوة العضلات بنسبة تصل إلى 20% في التمارين القصيرة والعالية الكثافة ويساعد في مكافحة ضمور العضلات أو الساركوبينيا المرتبط بالتقدم في العمر. ويظهر دور الكرياتين في تقليل آلام المفاصل عن طريق تقليل الالتهابات، فالكرياتين يحد من إنتاج الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف الأنسجة. هذا التأثير أثبتته دراسة نشرت في مجلة Arthritis Research and Therapy، مما يجعله مفيداً للأشخاص الذين يعانون من التهابات مزمنة في المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو خشونة المفاصل والركب والانزلاق الغضروفي. وفي بحث نشرته مجلة Medicine and Science in Sports and Exercise أشار إلى أن الكرياتين يقلل من الالتهابات ويسرع تعافي العضلات المحيطة بالمفاصل مما يقلل من الضغط المباشر عليها ويخفف الألم ويحسن الحركة. وفي دراسة أجرتها جامعة كامبريج عام 2011 أظهرت أن مكملات الكرياتين تزيد توفير الفوسفات في الأنسجة مما يدعم التعافي العضلي والعصبي عن طريق تعزيز إعادة تخزين الطاقة وهذا مفيد جداً لمن يعاني من تشنجات يومية في الرقبة والأكتاف والظهر وهشاشة العظام. وفي بحث بتجربة عشوائية عام 2018 يوضح أن مكملات الكرياتين تساهم في تحسين الوظائف الإدراكية لدى الأفراد الأصحاء خاصة في ظروف الإجهاد العقلي أو الحرمان من النوم وبالتالي يحسن من الذاكرة والتركيز خاصة لدى البالغين المعرضين للتوتر والإجهاد البدني والذهني اليومي. خلاصة الأبحاث باختصار أهم الحالات التي تستفيد من الكرياتين هي حالات آلام العضلات والتشنجات اليومية الناتجة عن الإجهاد وتعزيز صحة القلب وتقليل التهاب المفاصل وخاصة أثناء تأهيل الإصابات ويساعد مرضى حشاشة العظام عبر تقوية العضلات الداعمة للمفصل ويكافح ضمور العضلات عند البالغين وكبار السن وتخفيف تأثير التوتر والإجهاد الذهني. وإذا عم تتساءل لماذا نحتاج إلى مكمل كرياتين خارجي ما دام الجسم ينتجه بشكل طبيعي. الإجابة ببساطة هي أن الكمية التي ينتجها الجسم لا تكفي لتلبية الإحتياجات اليومية حتى للشخص الطبيعي غير الرياضي. فالجسم يحتاج حوالي ثلاثة جرامات من الكرياتين يوميا لدعم النشاط البدني والذهني. وعند زيادة الطلب على الطاقة مثل ممارسة الرياضة أو رفع الأوزان قد يحتاج الجسم إلى حوالي خمسة جرامات من الكرياتين يوميا. بالحصول على هذه الكمية من مصادر طبيعية سيحتاج إلى تناول حوالي واحد كيلو جرام من اللحم أو السمك يوميا وهذا أمر غير عملي. وتقل إنتاج كمية الكرياتين في ظروف معينة مثل سوء التغذية واتباع نظام غذائي فقير بالبروتين مثل الأنظم النشوية والنباتية وأثناء الإجهاد البدني والتوتر النفسي. ويقل إنتاج الكرياتين إذا كتلت العضلات في الجسم قليلة أو لديك مشاكل في الكبد أو بعد فترة الحمل والولادة. وبالإضافة لذلك مع التقدم بالعمر تقل قدرة العضلات على تخزين الكرياتين مما يزيدنا الحاجة إليه. لذلك يعتبر تناول الكرياتين كمكمل غذائي هو وسيلة آمنة وفعالة لسد هذا النقص وتحسين الأداء البدني والذهني. بالإجابة على هذا السؤال أجرت International Society of Sports Nutrition دراسة أكدت فيها أن الكرياتين آمن تماماً للأشخاص الأصحاء حتى عند استخدام الكرياتين لفترات طويلة ولا يسبب الفشل الكلوي. من أين جاءت هذه الإشاعة؟ لأن الكرياتين يتحول إلى الكرياتينين بعد استخدامه في العضلات. لذلك مكملات الكرياتين قد ترفع مستويات الكرياتينين في الدم وهذا طبيعي. استهلاك الكرياتين يرفع من كفاءة جسمك وبالتالي يرفع كفاءة الكلة في التخلص من الكرياتينين ولن يشكل عبء عليها. الإشكالية تكمن فقط عند مريض الكلة الذي يعتبر زيادة الكرياتينين عبء على كليتيه وزيادته في الدم تشير إلى ضعف الكلة. هل يسبب الكرياتين الصلع؟ دراسة نشرت في مجلة Clinical Journal of Sports Medicine عام 2021 لم تجد أي علاقة مباشرة بين الكرياتين وتساقط الشعر. هل يسبب الكرياتين السمنة؟ بالعكس أظهرت الأبحاث أنها يساعد في زيادة الكتلة العضلية الخالية من الدهون وتحسين حرق الدهون أثناء التمارين. هل يسبب الكرياتين الجفاف أو الشد العضلي؟ دراسات متعددة أكدت أن الكرياتين يقلل من فرص الجفاف ويحسن ترطيب العضلات طالما أنك تشرب كمية كافية من السوائل في اليوم. تعليمات استخدام الكرياتين أنا شخصياً أستخدم مكمل الكرياتين يومياً منذ ثلاثة سنوات تقريباً وأنصح به للجميع سواء المرضى والأصحاء والرياضيين ودائماً يعودون بنتائج إيجابية. إذا قررت استخدام الكرياتين تذكر أن الكرياتين لا يعتبر علاج مباشر لآلام العضلات والمفاصل ولكنه يلعب دور كبير في تحسين صحة العضلات ودعم المفاصل والأعصاب من خلال تأثيراته الإيجابية على العمليات البايو كيميائية والجسدية. غالباً ما يتوفر على شكل بودرة بيضاء ناعمة والجرعة اليومية المثالية هي بحدود 3 إلى 5 جرامات يومياً حسب العمر والنشاط البدني. يمكن إذابته في كوب ماء وتناوله مع وجبة تحتوي الكربوهيدرات مثل الفواكه لتحسين الامتصاص. وإذا كنت تمارس الرياضة يفضل شربه أثناء أو بعد الانتهاء من التمرين مباشرة واستشر طبيبك قبل استخدامه إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلة. تحب نوه أنه بإمكانك التواصل مع منصة الاستشارات الطبية كونزل ميد في حال صعوب عليك تشخيص أي مشكلة طبية. كونزل ميد هي أكبر منصة للاستشارات الطبية في أوروبا والشرق الأوسط. بتوفر خدمات الاستشارة عن بعد مع أفضل الأطباء من حول العالم وتوفر عليك السفر. وفي حال بعد الاستشارة احتاجت تسافر فالشركة بتوفر لك الإجراءات والجوازات والمترجم في الخارج. وأيضاً بتوفر توصيل الأدوية الأجنبية لباب بيتك. حمل تطبيق كونزل ميد الرابط بوصف الفيديو. في الختام الكرياتين ليس مجرد مكمل للرياضيين بل أداة قوية لتحسين صحتك الجسدية والدهنية. مع دعم من عشرات الدراسات العلمية يمكن للكرياتين أن يكون حل فعال بدقليل الألم وتعزيز الطاقة وتحسين جودة حياتك. ويستحق أن يكون جزء من روتينك اليومي. ولهن خلص كلامي لهذه الحلقة. إذا بقي لديك أي استفسارات اكتبها لي في التعليقات وحرد عليها في أقرب وقت ممكن. أو تواصل معي على الواتساب للاستشارات الخاصة. كان معك الدكتور فارس عرب واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه. ترجمة نانسي قنقر